السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي كيف حالكم مرحبا بكم في حلقة جديدة وتحليل اليومي للسوق العملات الرقمية وخصوصا البيتكوين لانه وزعيم العملات الرقمية واينما اتجه تتبع كل العملات لانه لازال يحتوي يستحوذ على السويولة الاكبر في السوق بنسبة 53% تقريبا كما ترون حسنا سوف نرى هنا التحليل اليومي كما ترون اخواني في الله تقاطع الخط الاصفر مع هذا الخط مع الخط الاخر انظروا في مؤشر الـ RCA بمعنى سيكون هناك هبوط لحد الساعة هذه الشمعة شكلت ديل جديد كما ترون انا نقوم بتقريب الصورة لك ترون اكتر حدثت هنا في الشمعة انظروا هنا ديل كأن السعر يشكل انا يقوم بتشكيل رأس وكتفين عندما يشكل هذا النموذج توقع هناك سيكون هناك صعود ان شاء الله نتمنى ان يكون هناك صعود ان شاء الله صراحة لكن من اجل البيتكوين ان يقوم بصعود كبير عليه ان يستقر لوقت معين ويقوم بتفريغ القوة التي صعيدة بها يعني ضروري من التصحيح يعني شيئا ما عندما ينطلق بقوة ويصل لقمة لقمة كبيرة عليه ان يستريح ليأخذ نفسا اعمق ليصل لمناطق جديدة ان شاء الله انظروا هنا عليكم دائما كما قلت هذه مناطق شراء جميلة جدا يعني بميكانيكا يعني بميكانيكا الشراء من هذه المناطق لكن انتبه دائما الشراء على المراحل ووضع اردرات مثلا هنا مثلا اردر اوضعه في اربعة وخمسون اردر في ستة وخمسون اردرات مثلا في هذا المنطقة هنا في واحد وخمسون ايضا في المنطقة الواحد واربعين ودعا وعليك نسيا هذه الاردرات لماذا؟ لانها ربما يهبط بالسرعة كبيرة او يكون ضمب كبير تكون الشمعة قد تهبط لهذه المناطق او تهبط حتى لمناطق العشرين الف صراحة كم من مرة وقعت هذه الامور كم من مرة وقعت مثل هذه الامور هنا ستة وعشرين الف يعني عليك دائما احتساب هذه الامور ووضع اردرات يعني قد تأتي بنتائج جد 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 جيدة ان شاء الله في مرة من المرات الاثيروم هبط لصفر فاصلة واحد تقريبا او صفر فاصلة صفر خمسة لكن بسرعة البرق رجع لثمانه الحالي وهو تقريبا الفين دولار لا اضمت لا اتذكر تلك السنة ربما الفين وواحد وعشرون او او عشرين لا اتذكر بالضبط السنة التي وقع فيها هذا الامر حسنا سوف نرى بعض المحللين ماذا يقولون حول البيتكوين دعنا نرى هذا المحلل مثلا هنا هذا المحلل مثلا يعطينا انا اشارك معكم طرق خاصة لكي استثمار في العملات الرقمية انظروا هذا المحلل يقول ان البيتكوين سيهبط لهذه النقطة وهذا المحلل في بوناتشي هنا هنا القناة العرضية التي قلت لكم هذه قناة الان يستقع فيها البيتكوين عندما قال ان هناك خط الترند الصاعد انظروا هذا خط الترند الصاعد انظروا عندما يلامس هنا انظروا دائما عندما يلامس هنا سيصعد لنقطة جديدة ويقول بان هي المئة الف هذه موجات الاليوت واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ثم اب بي سي هنا كما ترون هذه موجات الاليوت هذه المؤشرات مدائرة توجد الكثير من الفيديوهات حولها او اذا كان طلب هناك كثير حولها بمكاني شرحها ان شاء الله كما ترون هنا الساعة عندما لمس هذا الترند ونبدأ من الاول عندما لمس هذا الترند ذهب هنا لقمة جديدة وعاد قام بالتصحيح عند الموجة الاولى انتهى في الموجة الخامسة بقمة هي ثمانية واربعون الف عندما عاد من جديد وقام بتشكيل هبوط جديد انظروا اثنان اثنان قام بقمة جديدة من جديد يعني هنا واحد اثنان ثلاثة اربعة يعني دائما عندما يصل هنا هذه المناطق يعني الموجة الخامسة تكون جد قوية جدا اذا ننتظر هنا الموجة الخامسة وصل قام بالموجة الثانية الموجة الاولى هنا ثلاثة يعني التصحيح ثاني يكون التصحيح ثالثا الموجة ثم التصحيح رابعا عندما يلمس هنا ستكون الموجة الاخرى بالنسبة لهذه الموجة يقول هذا المحل بانه ستصل لمائة الف دعونا نرى محل الاخر ماذا يقول هنا يقول بانه سندخول على بير ماركت لكن بعد وصول البيتكوين لمائة وستة وتلاتون الف انظروا هنا يقول بانه عندما سنصل لمائة وستون الف فيكون عادة هنا يكون ايضا التوقيت يعني الشهور هنا فقط بالسنوات انظروا هنا يقول نحن هنا يعني بان البيتكوين هو ايضا يتوقع انه سيهبط لأربعة وخمسون الف خمسة وخمسون الف ثم الصعود الى هذه المناطق الكبيرة جدا حسنا يقول باننا هنا في هذه المنطقة ثم بعدها سندخول في بير ماركت يعني في هبوط للسوق هذا المحلل اضم انه قديم اكس كافو قديم هذا المحلل لديه تاريخ طويل في البيتكوين صراحة انا اعرف هذا المحلل تحليلته تقريبا تكون جيدة جدا منذ سنة 2017 انظروا هنا التحليلات التصويتات فوت كثير جدا 172 سوف نذهب الان لنرى هذا المحلل ماذا تقول ايضا لماذا اقوم بمشاركة هذه التحليلات لكي تتعلموا الاستفادة منهم ومراجعتهم يعني من اجل مواكبة السوق ومعرفة اين يتجه السوق وماذا ينقلون هؤلاء المحللون لكن عليك دائما اعتماد على طريقتك الخاصة من الحجم حجم التداول هل يخرج السوق هل تدخل يعني انا صحيح اقدمها لكم من اجل الاستفادة منها ان شاء الله والوصول الى طريقة الى نقاط جيدة وتعلم الاستثمار كما ترون البيتكوين هنا ايضا هذا المحلل يقول بانه سيصل تسعة وسبعون الف او ثمانون الف هنا كلهم تقريبا المحللون يقول بان البيتكوين سيصل لمناطق تحت ستين الف يعني ربما هنا سبعة وخمسون او يهبط حتى الاربعة والخمسون هنا هنا اين سيقف الحاليا هو في هذه المنطقة انظروا هذه قناة هابطة هذه القناة انظروا يعني قناة هابطة انظروا هنا تق يقوم بشكل يعني يتضحرج في هذه القناة عندما يخترق هذه القناة سيعود هنا ليستقر في هذه الدعم لنادي المقاومة ستصبح على شكل دعم نأتي الى هنا نرى هذا المحلل ماذا يقول هذا يضع كل الاحتمالات يعني ماذا لو ان البيتكوين هبط يقول بان هنا وايضا نفس نفس التحليل يعني وايضا يقول نفس التحليل نفس التوقعات يعني نوع قيمة جديدة نرى هنا يقول ان البيتكوين سيصل لهذه المناطق تحت ستين الف هو الآن في منطقة يعني في قناة هابطة حسنا لنذهب الآن الى البيتكوين ونرى السيولة السوق كيف هي هنا استقرار في القيمة السوقية للعملات هبوط خروج لازلت الاموال تخرج من السوق كما ترون 13% خرجت من السوق اليوم اصبحت 56 مليار فقط المستقر 53% 16.8% السعر مستقر شيئا ما لا يوجد تغير جديد اغلب العمليات هناك استقرار فيها البيتكوين تتحرج بين خمسمائة دولار وستمائة وعشرون دولار يعني هي جيدة للتداول وجيدة للمضاربة لكن اذا كانت تملك اه اربعة يعني اه على الاقل عسرة بي ان بي او خمسة بي ان بي لكي يكون هناك روح جيد لان اذا كنت تملك نصف بي ان بي لن تستطيع في الحصول على اكثر من اقل من يعني من تلاتين دولار او عشرين دولار في الاسبوع حسنا لنذهب الان لنرى اه عملات اليوم في الكون ماركت كاب ونقوم بجولتنا اليومية هناك عملة بي بي دائما هذه عملة جديدة طرح ساعدت الان انتبهوا القيمة السوقية غير لم يتم تأكد منها من طرف الكون ماركت كاب بيتكوين اه كات اه كات ان ادو ادوغ وورد يعني هنا كما ترون هذه العملة لازلت نحو الصعود اه توجد في اه عملات التراند نذهب الى العملات الاكتر المشاهدة اليوم اه اه ايديا ايديا يعني جيدة مع الماء لكنها سيولة كبيرة جدا ايضا اه لا نذهب الى العملات التي تم اضافتها اليوم تم اضافة عملة واحدة فقط وهي عملة اسمها عملات القطط تنتشر على شبكة الصلانة بالشكل كبير جدا صراحة شبا بيتكوين هذه العملة كما قلت لكم انظروا يعني السيولة تدول اليوم على هذه العملة ضعيف جدا ضعيف لماذا؟ لان انظروا الحجم الف واربعمة دولار يعني كأن تلك السيولة مزورة وغير حقيقية انظروا فعلا بطبيعة الحل لم يتأكد منها فارق الكوين ماركت كاب رغم ان يكون هنا ثلاثة مليار هنا التدولات اليومية يعني الف ومائتين دولار ضعيف جدا حجم هذه واحد مليار دولار شبا بيتكوين توجد على شبكة البي ان بي نرى الويبسيط الخاص بالعملة دائما احاول ان اقترح عليكم عملات واقوم بمشاركة معكم بعض الامور التي اقوم بها من اجل دراسة العملة والبحث عنها مجبεια هاور انيف تي ماركت بيس يعني قام بوضع شبا بيتكوين وبتوين اه ديسكاونت اوه ترانزاكشن سوىب انيف تي سوىب اينف تي تي تراخ بريس حسنا اه استي ايبتاة ودريل طايم باك يعني العملة لازلت جديدة هنا نذهب لنرى تويتر الخاص بهم. لديهم تقريبا خمسة الاف و خمسة الاف و خمسمائة متابع. دير كوين ماركت كاب. ادد ايميل انفو شيبا اه تو ماناج. كويك شيبا كويك ابدايت فور شيبا بيتكوين اربعة وعشرون ابريل. يعني انظروا اخر تغريدة كانت بالامس تقريبا. على 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 حسابهم. اه يعني لنرى نشاط العملة. اه كويك ابدايت. اه اه. حسنا. نرى الآن نقوم بيعني بفحص ماذا اه يعني ماذا فكرة هذا المشروع لكي نقوم يعني على الاقل بمعرفة اين ايه التاجيه وهل بمكان الاستطوار فيه. يعني اظن انها غير فعال صراحة فقط خمسة الاف. يوجد في الحساب خاص بهم اربعة منشورات فقط. بمعنى انه ربما يكون اه شيء مخاطرة كبيرة في شراء هذه العملة. اذا كرت ان تشتري فيها فلا تتجاوز فيها عشرين دولار او خمسين دولار كاقصى حد لكن انت به فهي خطيرة جدا صراحة هذه العملة غير مبتوقة. اه ماركت ليست نرى الويت بايبر البرقة البيضاء الخاصة بعمنا. اه نرى الرود ماب ماذا يريدون ان يفعلوا. ابريل فونداسيون. حسنا اظن ان الفيديو قد بداي طول شيئا ما اعتدر منكم حسنا. اذا هذه العملة في نظري صراحة لا استطيع شراء فيها او الاستثمار فيها نظرا لغموض المشروع الخاص بها. غدا ان شاء الله نقوم بدراسة عملة جديدة ونبحث عن عملة جديدة من اجل دراستها. سوف نختار لكم عملة من عملات الرونز ان شاء الله. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.